اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من اسباب الحادي النهاردة هنتكلم عن فكرة عدم وجود دليل قاطع على وجود الله وقبل ما احكي عن عدم وجود دليل قاطع احب احكي عن فكرة اسمها عبء الاسبات وهي معناها مين اللي ملزم يثبت الكلام والفكرة دي طبعا موجودة في القانون واختها القانون من عام المنطق القانون بيقول على المدعي عب الاسبات او بشكل تاني بيقول البينة على مان الدعا ومعنى الكلام ده ان اللي يقول على حاجة يثبتها يعني مثلا لو انا قلتلك ان فيه برات شاي بيدور حوال كوكب المريخ المفروض انا اللي اثبت لك ده وقولك انه بيدور في مدار كام وبيدور امتى وشفته ازاي وشفته بايه تقدر تشوف انت كمان لو حبيت لكن مش مطلوب منك انك تاخد سفينة فضاء وتطلع تدور حوالين كوكب المريخ علشان تقولي ان مفيش برات شاي وعمليا لو انا قلتلك دلوقتي انك لازم تنزل من بيتك حالا لان فيه تنين غير مرقي هيقابل صاحبته عندك في البيت دلوقتي من فضلك لازم تفضي البيت هل انت مطالب انك تسمع كلامي وتنزل من بيتك اكيد لا هتقولي ايه دليلك على كلامك ده لاني قلت كلام او ادعيت ادعاء ما فانا اللي مسؤول عن اني اثبت ادعائي دليك من هنا بنلاقي ان الاديان ادعت ان فيه حاجة موجودة اسمها الله وان له صفات معينة وانه خلق وغيره من الحاجات كتير ازا على ما ادعى شيء عليه اسباته فملزمها الاديان والمؤمنين انهم يجيبوا دليل على كلامهم ده بل اطر من كده ان لو قلتلك شيء بلا دليل فانت ترفضه بدون حتى تقديم دليلنا فيه لانه اصلا بلا دليل مش معنى اني معيش دليل ضد اني يصدق كلامك لان كلامك هيفضل برضو بلا دليل المفروض تثبت انت كلامك او ادعائك اقولك مثال لو انا وانت كنا ماشيين في الشارع وحصل برق وسألتك تعرف ايه سبب البرق ده قلتلي لا فقلتلك اصلا زمان خلتك بتعمل حلة ملوخية وغطى الحلة وقع في عمل البرق هتصدقني؟ اكيد لا لا اللي انت قلتها دي تعني ايه؟ تعني اني مش معنى انك مش عارف السبب البرق ايه؟ انك تقبل تفسيري بدون دليل؟ وبتطبيق الكلام ده على الكون ووجود الانسان لو سألتني الانسان جمنين وبفرض ان العلم مقلش بفرض جدلي ان العلم معرفش او ان العلم ده مش سليم فقلتلك انا مش عارف هل انا مطالب ان يصدق تفسيرك ان في حاجة اسمها الله وخلقت الكون والانسان بدون دليل؟ اكيد لا مطالب انت انك تسبت تفسيرك ان في حاجة اسمها الله وخلقت اما بالنسبالي هيكون اكرم وارقلية جدا ان يقول ما عرفش بدل ما صدق حاجة من وحي خيالك اسمها الله وخلقت بدون دليل؟ لاننا لو عقلنا قبل ان احنا نصدق كلام بلا دليل خلاص خلاص لو قلتلك ان في حاجة اسمها لك دانسار الطائر وبروحه الخالدة خلقك وخلق الكون مطلوب منك انك تصدق كلامي بلا دليل؟ انت ليه رفضت كلامي بلا دليل اني خلقت الكون وما رفضتش كلام الديني اللي بيقول ان الله موجود وخلق الكون بلا دليل؟ وعلى فكرة مش معنى اني مش معايا دليل نفي لكلامك انك تبقى صح؟ يعني الناس اللي بتقول للملحدين ايه دليلك ان الله مش موجود؟ لو مش معاك دليل ينفي وجود الله اذا ان الله موجود؟ طبعا كلام ده مش سليم لاني ببساطة هرد عليك وقولك بنفس المنطقة اللي انت تكلمت بيه انت معاك دليل اني امنا لغولة وقابوا رجلة مسلوخة ولكن دانسار الطائر هم حاجات مش موجودة؟ هتقول لي لأ هقول لي خلاص يبقوا موجودين؟ لكن طبعا الموضوع زي ما احنا قلنا فوق انت اللي ادعيت ان في حاجة اسمها الله اذا انت اللي مطالب تثبت ده طالما ما قدمتش دليل على كلامك يبقى كلامك مرفوض دون احتياج ان يقدم دليل ضد او دليل انه مش موجود ما يقدم بلا دليل ينفى بلا دليل فلما بنقول ان ما فيش دليل قاطع بيقول ان الله موجود الدليل قاطع اللي نقصده هو الدليل المؤكد او الدليل الجازم يعني زي الموجود في العلوم التجربية زي الفيزياء والكيمياء وغيره بحكم ان الله غير قابل للتجربة اذا مش هيكون في دليل قاطع على وجوده فما يجيش واحد يقول لي هثبتلك بالعلم ان الله موجود لان الاديان ادعت ان الله ده شيء غير مدي يعني ما انفعش تدركه بحواسك الخمسة او اي اداة علمية ولا يخضع كمان للتجربة والبرهان اذا مفيش دليل علمي ان الله موجود يعني ما جيش واحد يقول لي ان وجود الكائن الحي او وجود الكون دليل على وجود الله لان كلامه عن حاجة اسمها الله كلام بلا دليل ممكن سبب تاني هو السبب في وجود الكائن الحي والكون وما يكونش الله وما فيش دليل علمي زي ما قلنا يثبت وجوده اما بالنسبة للناس اللي بتقول احنا ما نقدرش نجيب لك دليل علمي ان الله موجود لان الله غير مدي وبيطلبون يصدق بلا دليل اسف جدا انا استحالة هقبل اني الغي عقلي وصدق بلا دليل وازاي الله اللي انت ادعيت وجوده وادعيت انه اداني العقل يطلب مني اني الغي عقلي وصدق بدون دليل لان بكده يصبح الاله ده اله الاغبيات اللي بيصده اي حاجة بدون دليل ومشكلة ان الله ده مش مدي دي مش مشكلتي انا دي مشكلة الاله بتاعك اللي ما تدانيش دليل مدي على وجوده هو ما عمليش حاسة من الحواس تقدر تعرف وجوده بشكل يقيني اخر حاجة فيه ناس بتقول اني لو الانسان تأكد من وجود الله يبقى مش هيغلط وبالتالي ما ينفعش يكون الله وجوده مؤكد انا مش هارف بصراعه ما بيقوله كده ازاي هو مش المفروض اتأكد هو موجود ودلأ علشان اختاره اعيش معاه ودلأ مش المفروض اتأكد ان كان الشخص موجود عشان بعدين احبه او اكرهه ده حتى حسب روايتك انت ان ادم كان متأكد من وجود الله لكن ده ما منعش ان ادم اعصى الله وما ينفذش كلامه وبكده تكون حلقتنا خلصت واستنونا في حلقة جديدة من برنامج من اسباب الحياة دي وما تنسو لايك وشير وسبسكرايب ترمونا كمان على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وقناة الاخر بسببت بسبب photog 140